وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وحياك كيف أحوالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله حياكم الله وحياك سماحة الشيخ هل يجوز أنه يكاسر النبيذ أو الخمر ويهتم شربه كما فعل سيدنا عمر فقد كان عمر لا لا أفوا أفوا بس أنا أعرف لهجتك أعرف لهجتك تماما أحفظك الحمد لله أين أخرج البخاري هذا؟ في أي باب أخرج البخاري ذلك؟ يا عطيني يا عطيني خلاصي الإخواني بارك الله فيكم هو أراد أن يوصل رسالة قبل هذا ذكر أحدهم كلاما غريبا أيضا فقال بهتانا وزورا مات على سبيل الدعاء والله أعلم يذكر الله خيرا الله يسلمك الله يكرمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر يا ربي سلمه ما يسلم عنك في أصحاب رسول الله اتفضل كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله وأنت كيف حالك؟ أما ما ورد في أن عمر كان يكاسر الخمر فقد أخرجه؟ نفس الكلام نعتذر لك عن الإجابة بارك الله فيك عمر عندنا أحد العاشرة المبشرين بالجنة وهو أمير المؤمنين محدث ملهم رضي الله تعالى عنه ومن السابقين إلى الإسلام كذلك ومن المهاجرين رضي الله تعالى عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمر عمر في الجنة والفضائل لعمر كثيرة جدا فلا معنى لطعنك في أمير مؤمن عمر ولا معنى لتتبع زلات أصحاب رسول الله فهم نصروا هذا الدين القيم بارك الله فيك ورضي الله عن عمر وعلي وعثمان وأبي بكر وصحابة رسول الله السلام عليكم السلام عليكم صلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهين بما أن مصطفى العدوي المشتغل كلش وإحنا الآن بسنة 2022 وبعده يتذكرني وأقول له إنما أوردته موجود في كتبك يا شيخ موجود في مصادر أهل السنة فهذا صحيح البخاري كما ترونه الطبع الأصلية طبعا عام 1272 هجرين طبعا ما أخرج بأن عمر قد أقام الحد على رجلا شرب من جرة عمر ما أخرجه في المصنف الصنعاني عن اسماعيل إن رجلا عب في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده يعني قام عليه الحد هو شرب من جرة عمر ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه يعني عمر خلي عليه الماء كاسرة والشرب طبعا في المصنف ابن أبي شيخ كذلك أخرج نفس الحديث يقول مرة عمر بن الخطاب على ثقيف فأسسقاهم فقالوا أخبؤوا نبيذكم فسقوه ما فقال اسقوني من نبيذكم يا معشر ثقيف فقال فسقوه فأمر الغلام فصبر ثم أمسك بيده ثم قال يا معشر ثقيف لأنكم تشربون من هذا الشراب الشديد يعني لو تكاسرونه فإياكم رأبه من شرابه شيئا فليكسره بالماء يعني كاسر ويشرب روحه موجودة طبعا أنه اللي يكون لنا أقوام في أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير أسمائها هذا صحيح البخاري مثل ما قلنا الطبعة العصلية طبعة الحجرية طبعا في باب فضاء للصحابة في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان وفتنة قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان طبعا وقائلا يقول أخاف عليه وقائلا من قائل طبعا محل الشاهد وقائلا يقول أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه يعني ما كان الطعن الطعنة بها بلؤلؤة الصحابي لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا مثل ما قلنا باب فضاء للصحابة في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان طبعا بعد قتل عمر ابن الخطاب كما أخرجه صحيح البخاري في الطبعة الأصلية حياك الله يا شيخي ترجمة نانسي قنقر